مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله اليكم ملخص للأحوال الجوية المتوقعة هناك سحب نتوقع وجود سحب رعدية وامطار في مناطق متفرقة ايضا هناك سيول جارفة خاصة في شرق المملكة وايضا الاجواء مغبرة بشكل عام ودرجات الحرارة اعلى من معدلاتها النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدين فاصل ونواصل مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط الجوية التي تمثل الأوضاع الجوية التي ستسود خلال هذه الفترة أول شيء تتأثر المملكة بامتداد منقفض البحر الأحمر يصاحب رياح جنوبية شرقية طيارات هوائية دافئة ورطبة تلتقي مع كتلة هوائية باردة نسبيا في طبقات الجو العليا ينتج عن هذه الوضاية حالة من عدم الاستطرار الجوي تؤدي إلى نشوء غيوم ركامية وبالتالي هناك فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر العواصف الرعدية تكون شديدة في المناطق الشرقية يعني أمطار زخات من المطر مصحوبة بالبرك والبرد والرعيد تكون الأمطار غزيرة في المناطق الشرقية مما يؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وتشكل السيول وجريان السيول في مناطق مختلفة لكن تخف هذه شدة العواصف الرعدية كلما اتجهنا قليلا إلى الغرب بعدها بيجي عواصف رعدية بعدها احتمالية عواصف رعدية وزخات رعدية في بقية المناطق كل هذه ناشئ عن حالة عدم الاستقرار الجوي لكن حالة عدم الاستقرار الجوي تشتد وتزداد بعد عصر يوم الأحد بشكل واضح وليلة الأحد على الاثنين أما الخرائط التي تمثل أماكن القطول فنلاحظ أن هذا اللون الأزرق يمثل سقوط الأمطار في الأماكن المنقفضة في المناطق الشرقية تمتد تدريجيا إلى المناطق الشمالية والوسطى هذا اللون بنفسه يمثل أمطار غزيرة وزخات رعدية مصحوبة بالبرق والبرد والرعد في قريب من منطقة عمان وفي المناطق الشرقية وقسم أيضا من المناطق الجنوبية كل هذا أيضا ناتج من حالة عدم الاستقرار الجوي غيوم ركامية وزخات رعدية من الأمطار أيضا يصاحب هذه الوضعية الجوية رياح جنوبية شرقية نشطة مع حبات قوية قد تصل اليوم الأحد إلى حوالي ما بين 40 إلى 50 كم في الساعة هذه بعض الهبات وبالتالي تكون الأجواء مغضرة بشكل واضح وهذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وأيضا يزعد جميع الإخوة الذين يعانون من أمراض تنفسية نرجو من الجميع أخذ الحيطة والحضر لكن شاء الله يوم الاثنين تخف تدريجيا الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة أجواء غائمة جزئيا هناك احتمالية لسقوط زخات متفرقة من المطر أحيانا والصغر المتوقعة 16 درجة مئوية الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة يوم غد الأحد أجواء تقريبا معتدلة من حيط درجات الحرارة لكن الأجواء غائمة جزئيا ومغبرة وفرصة الأمطار تزداد بعد عصر يوم الأحد ومساء يوم الأحد وليلة الأحد على الاثنين زخات رعدية من المطر تكون أحيانا غزيرة تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول خاصة في المناطق الشرقية من المملكة ونتيجة إثارة الغبار والأثرب والأجواء المغبرة هذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح وكبير يوم الأثنين تتراجع حالة عدم الاستقرار الجوي لكن تبقى الأجواء غائمة جزئيا حتى الظهيرة تقريبا وتدريجيا يتراجع وتتناقص كميات الغيوم وبالتالي تميل الأجواء مع المساء إلى الاستقرار يوم الأثنين العظمى 26 والصغرى 17 بينما يوم الأحد العظمى 25 والصغرى 17 درجة مئوية يوم الثلاثة أجواء مستقرة ما بين مشمسة وغائمة جزئيا درجات الحرار أعلى من معدلاتها أجواء معتدلة نهارا لكنها لطيفة ليلا العظمى 27 والصغرى 17 درجة مئوية الأحوال الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المناطق والمدن المختلفة من المملكة المناطق الشمالية والشرقية تقريبا أجواء غائمة جزئيا زخات رعدية من المطر خاصة في فترة ما بعد الظهر وبعد العصر والمساء والليل تشتد كلما اتجهنا في فترة العصر والمساء والحرارة العظمى في أربية 28 والصغرى 19 عجلون 26-17 جرش 29-19 المفرق أجواء مغبرة و28 إلى 17 درجة مئوية طبعا في المفرق هناك فرصة لسقوط زخات رعدية واضحة أيضا في معظم المناطق الشرقية هناك أجواء مغبرة وأيضا غائمة جزئيا وزخات رعدية أحيانا تكون شديدة خاصة الزرقاء 28-18 البلقاء 26-18 مأدبة 26-16 البحر الميت 32-23 عمان 25 إلى 17 درجة مئوية المناطق الجنوبية أيضا أجواء مغبرة غائمة جزئيا فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر أحيانا لكن بشكل أقل وأضعف من المناطق الشرقية والشمالية الكرق 25-17 الطفيلة 23-17 الشراح 22-13 إمعان 26-14 والعقبة 31 إلى 22 درجة مئوية المناطق الشرقية أجواء مغبرة يتدنى مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح غائمة جزئيا إلى غائمة سقوط زخات رعدية الأمطار غزيرة أحيانا والزخات الرعدية غزيرة ومصحوبة بالبرق والبرد والرائد تؤدي أيضا إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول هناك احتمال سيول جارفي تكون في المناطق الشرقية من المملكة الصفاوي 28-16 الأزرق 30-18 والرويش 29 إلى 15 درجة مئوية مشاهدينا نتمنى للجميع السلامة وشكرا لمتابعتكم ولكم تحية من طقس العرب النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة